بعد البخاري صح والقرآن فحياكم الله إخواني الكرام وأخوات الكريمات في حلقة جديدة من برنامج صحيح الإمام مسلم وكالعادة نتناول في هذا البرنامج شرح الأحاديث التي رواها الإمام مسلم في صحيحه من خلال توضيح أهم الأحكام الشرعية التي وردت في هذه الأحاديث فنبدأ في البداية بشرح المعاني والمفردات ثم نبين أهم الأحكام الشرعية والفقهية والعقدية ونذكر بعد ذلك أهم الفوائد التي احتوت عليها هذه الأحاديث ونذكر أيضا مقاصد سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث أخواني الكرام أخوات الكريمات ثماني معدودة نستمع لهذا الحديث ثم نعود عليكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل سنتظرونه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله ومن يطع الأميرة فقد أطاعني ومن يعصي الأميرة فقد عصاني أهلا وسهلا بكم أخواني الكرام وأخوات الكريمات عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل وبعد أن استمعنا لهذا الحديث ولا يزال الحديث موصولا في شرح كتاب الإمارة من كتاب صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذا الحديث حديث الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه وهو في باب طاعة الإمام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأميرة فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني من أطاعني يعني عمل بما أمرته به وترك ما نهيته عنه ومن عصاني أي خالف أوامري وفعل النواهي أو ترك ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي من طاعة الله سبحانه وتعالى والأمير هو كل من له ولاية سواء كان الخليفة أو الأمير أو الملك أو رئيس الدولة وفي هذا الحديث يبين الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أهمية طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها من طاعة الله سبحانه وتعالى والنبي صلوات الله وسلامه عليه يأمرنا بتنفيذ أو أمر الله عز وجل وتطبيق شريعته سبحانه وتعالى مما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لذلك من أطاعه أي أطاع النبي صلى الله وسلم فقد أطاع الله سبحانه وتعالى وأما من عصى الرسول صلى الله عليه وسلم وترك ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله سبحانه وتعالى وكذلك الأمير إذا أطاعه الناس والرعية والمسلم فإنه يكون بذلك قد أطاع الله فإنه يكون بذلك قد أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمر بطاعة ولاة الأمور وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من طاعة ربنا سبحانه وتعالى لذلك إذا عصى الرعية أو الناس أو الإنسان عصى أميره وعصى ولي الأمر وعصى الرئيس والملك فيكون بذلك قد عصى الرسول صلى الله عليه وسلم وعصى الله سبحانه وتعالى السبب في ذلك أخوان الكرام لأن الأمراء تقوم بهم البلاد وتقوم بهم مصالح العباد وإلا كانت هناك فوضى ويحصل التنازع وتحصل الفتن ويؤدي ذلك إلى القتال والعياذ بالله فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بطاعة ولاة الأمور وعدم معصية ولاة الأمور وطبعا يكون ذلك في المعروف كما سنبين بعد ذلك لذلك جماعة المسلمين والجماعة لا تنصرح أمورها ودينها ودنياها إلا بأن يكون عليها أمير وحاكم وملك وولي الأمر حتى يراعي شؤون الناس ومصالح الناس ويغضي بين الناس وينتصف للمظلوم من الظالم ويعطي الناس حقوقهم لذلك يعني من الواجب على الناس أن يضعوا لهم أميرا ويسمعوا له وينفذوا أحكامه وعلى الأمير أيضا أن يشاور الرعية وأن يعني يراعي الحقوق والواجبات المتبادلة بينه وبين الرعية وكذلك على الرعية أن يراعوا الحقوق والواجبات بينهم وبين الأمير لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوضح في هذا الحديث وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم ووجوب طاعة ولي الأمر وأن هذه الطاعة هي من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن طاعة الله سبحانه وتعالى كذلك الحذر من معصية النبي صلى الله عليه وسلم أو ترك ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الواجبات ومن الأمور وغيرها ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ هذا الدين وأمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر وأمرنا بتوحيده سبحانه وتعالى وأرشدنا إلى الأخلاق وأرشدنا إلى كل خير ونهانا عن المعاصي فلذلك علينا أن نحذر أن نعصي النبي صلى الله عليه وسلم أو أن نعصي أولاد الأمور وكانت قريش ومن يليهم من العرب لا يعرفون الإمارة ولا يدينون لغير رؤساء قبائلهم فلما جاء الإسلام وولي عليهم الأمراء أنكرته نفوسهم وهذا بسبب الجاهلية ما كان عندهم من الجاهلية وامتنع بعضهم من الطاعة لذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول بأهمية يعني طاعة بلاد الأمور وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة الله عز وجل وأعلمهم وأرشدهم أن طاعتهم مربوطة بطاعته وكذلك ليطاوعوا الأمراء الذين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوليهم على المدن وعلى القرى ولا شك أن الأسباب والفوائد التي تحصل بوجود الإمام والحاكم والأمير والملك التي توجب طاعته أنه جنة وسترة ووقاية لهم من العدو ومن قتال الكفار ومن قتال البغاة وأهل الفساد صلى الله عليه وسلم ونفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فرعد بعد البخاري صح والقرآن